بلغت الزيادة في الاستثمارات العامة المواجهة لتنفيذ مشروعات في صيناء أكثر من 15 ضعفا مسجلة أكثر من 73 مليار جنيه خلال عام 2022-2023 مقابل 4.8 مليار جنيه عام 2013-2014 وبتكلفة 215.5 مليون جنيه لخدمة أكثر من 10.5 ألف شركة تم افتتاح ثلاثة مراكز لخدمة المستثمرين فضلا عن 332 فرصة استثمارية توجد على الخريطة الاستثمارية على وطن على توافر 139 فرصة صناعية في صيناء ومدن القناء خطوات واسعة للتنمية في صيناء عبر العديد من القطاعات من بينها الاستثمارية ذلك بهدف تحقيق التنمية المستدامة بالمنطقة وجعلها أكثر جذباً للمستثمرين المحليين والأجانب الزيادة في الاستثمارات العامة الموجهة لتنفيذ مشروعات في صيناء بلغت أكثر من 15 ضعفاً مسجلة 73.3 مليار جنيه من عام 2022-2023 مقابل 4.8 مليار جنيه عام 2013-2014 شهدت شبه جزيرة سيناء افتتح ثلاثة مراكز لخدمة المستثمرين بتكلفة بلغت 215.5 مليون جنيه لخدمة أكثر من 10500 شركة فضلاً عن 332 فرصة توجد على الخريطة الاستثمارية بالإضافة إلى توفر 139 فرصة لمشاريع صناعية في سيناء ومدن القناة من أبرز المشروعات الصناعية في سيناء ومدن القناة هي زيادة الطاقة الإنتجية لمصنع أسمنت العريش من 3.7 مليون طن سنوياً إلى 6.9 مليون طن سنوياً أيضاً كما تم إقامة قواعد صناعية داخل سيناء ومدن القناة من بينها مجمع الصناعات الصغيرة بجنوب الرسوة بتكلفة بلغت نحو 403 ملايين جنيه حيث يضم 118 وحدة موجهة للصناعات الكيموية والهندسية والغذائية والغزل والنسيق في الوقت ذاته قدم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتنهية الصغر أكثر من ملياري جنيه قروط حتى فبراير من عام 2023 والتي ساهمت في تمويل 50 ألف مشروع لتوفر نحو 89.4 ألف فرصة عمل فضلاً عن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والمشارية والمحلية مشروعك والذي تم من خلاله تقديم 862 مليون جنيه قروط حتى فبراير من عام 2023 ساهمت في تمويل 5744 مشروعاً وفر نحو 44.7 ألف فرصة عمل تنمية سيناء تقوم على عدة محاور يعد القطع الاستثماري عنصر ثابت في معظمها سواء عن طريق المشروعات الكبرى والصغيرة والمتوسطة التي تعطي شريحة كبرى من أهالي سيناء